إلى ذلك أكد منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة مشيرا إلى أن المصابين ينتظرون ساعات أو أيام لتلقي العلاجة وقال منسق الصحة العالمية أن الأوضاع في مستشفيات غزة مزرية حيث ينتظر المرضى الموت بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الخمسة التي قضاها في قطاع غزة شهد يوميا في المستشفيات مصابين بحروق شديدة وقصور مضعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أيام لتلقي العلاج لفتا إلى أنه تمكن من زيارة ست مستشفيات من 16 مستشفى عاملا في غزة من أصل 36 مركزا طبيا كان يعمل في القطاع قبل العدوان مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين حيث قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته عددا من المناطق بمختلف أنحاء القطاع في وسط قطاع غزة شن طيران الاحتلال غارات متفرقة على دير البلح ومخيمي المغازي والبريج مخلفا دمارا كبيرا في المنطقة عقب انسحابه الجزئي من المخيم كما شهدت مناطق في خان يونس جنوبي القطاع قصفا عنيفا الاحتلال على عدد من المربعات السكنية فضلا عن استهداف المواطنين المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية مما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم ومع اعترافه بسقوط العشرات من العسكريين في معارك غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية إنزال جوي للفرقة الثامنة والتسعين في خان يونس بالتزامن مع عمليات نقل الجرحة من مناطق المعارك في قطاع غزة في هذه الأثناء ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رافضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب في المقابل أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير دبابات إسرائيلية من نوع مركافة وناقلات جند وقنص جنود إسرائيليين وقتل عدد آخر في اشتباكات مباشرة على الصعيد الإنساني أكدت منظمة الصحة العالمية تدهور الأوضاع الصحية في مستشفيات غزة وخاصة في الشمال في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال بسبب القيود المفروضة من الاحتلال على الوصول الإنساني وتحركات عمال الإغاثة والعراقي للأمنية يأتي ذلك فيما يفاقم انقطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع الأوضاع المأساوية للفلسطينيين ويعرقل تنسيق عمليات الإغاثة ووصول تواقم الإسعاف إلى المصابين والعالقين تحت الأنقاض